انعقاد مرتقب لمجلس النواب في مدينة عدن هذا ما أكده الرئيس عبد رب منصر هادي في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية أصادرة في لندن حدث الانعقاد المرتقب لمجلس لم يكتم النصابه القانوني حتى الآن تردد كثيرا خلال الفترة الماضية في وقت بات ينظر إلى اجتماع المجلس كأحد الرهانات الأساسية لحسم الصراع مع الانقلابيين الرئيس هادي اعتبر هذا الحدث جزءا من مهمة استكمال انتظام السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في العاصمة السياسية المؤقتة عدن وفي المقابلة نفسها أقر الرئيس هادي بأن 70% من الموارد السيادية أي ما يصل إلى نحو 5 مليارات دولار لا تزال بيد الانقلابيين أمر يصعب مهمة الحكومة في ظل الوتيرة الحالية من الأداء السياسي والعسكري التي تهيمن على الساحة الوطنية في هذه المرحلة وعلى علاقة الحكومة بالتحالف بدأت خطوات التحضير لعقد مجلس النواب منذ أكثر من ثلاثة أشهر إلى أن التقى أكثر من 110 نائباً ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جدة منتصف شهر أغسطس الماضي ومنذ ذلك الحين لم يتخذ أي إجراء باتجاه الإسراع في انعقاد المجلس في العاصمة السياسية المؤقتة عدن ويفاقم من صعوبة إنجاز استحقاق مهم كهذا الوضع الأمني غير المستقر في المدينة والذي لم يعد يتسى حتى للسلطة التنفيذية وفقاً لبعض المراقبين ويرى هؤلاء المراقبون أن بقاء الرئيس هادي خارج البلاد حتى هذه اللحظة لا يعطي مؤشراً جدياً وعملياً على إمكانية انعقاد مجلس النواب وانتظام السلطات الثلاث في البلاد في مواجهة الانقلاب والتمرد الذي نفذه المخلوع صالح والحثيون قبل ثلاثة أعوام